قبل كل شيء نقبل بما أن اليوم هو فما ينهار متعدتها موقع واحد عليمين علي صار نحب الوضع أنا ديما موجودة عليمين لكن قلبي ديما علي صار القلب ديما علي صار إذن بالنسبة لعابير موسي عابير موسي من حقك أنك تقوم بالقرصة هذية ونرجع لك بغمزة لأني أنا منحبش نقرص من طبيعتي وبالنسبة لعابير موسي الحقيقة أنا حنحب هكا ننطلق من حاجة نحب هكا نسأل المستمعين ونسأل كل واحد يسمع فيها لو كان يمكن أن نتسكن لو تصورنا المشهد هالسنوات الأخيرة دون عابير موسي لو تصورنا المشهد السياسي اليوم من غير عابير موسي ومن غير النهج اللي عملته عابير موسي لأن عابير موسي اختلفنا معها أو اتفقنا معها حتى حد يظهر لي حتى الأعداء امتاحها من جموش ينكروا اللي عابير موسي كانت هي المهاجمة الشرسة للإسلام السياسي ولفضحة مخططاته وهو ما لم يتجر على القيام به للباجي قيد السبسي لا حمل همامي لا اليسار الذي خذلنا لأنني قلت لك أن قلبي على اليسار لو قام اليسار بهذا العمل لا كنت في الحقيقة شاهدة وفريحة لذلك أنا وغيري ويوسف الشاهد كذلك يوسف الشاهد اللي كان عنده معنتها فرصة تاريخية بش يقلع بتونس كان عنده رئيس كان هو من الحزب الفائز كان رئيس الجمهورية معاه كان رئيس هو اللي عينه هو اللي اختاره هو اللي لاباغني يعني رئيس البرلمان كيف كيف يعني اختاره طريقا سهلة واختاره يعني بش يوصل للسلطة بطريقة سريعة وارتما في أحضان النهضة كغيره من الحكام اللي جوا من بعد ورؤسة الحكومة شعنا فيه أنه لك عابير موسي قامت بهالعمل هذي إذا كان نحكيه على السيادة الوطنية اليوم مش نرجع ليس دفاعا على عابير موسي لكن سأبين أن 25 جويلية لم يكن إلا تتويجا لمسار نظالي كامل قادته منظمات وقادته شخصيات سياسية وقاده كذلك الحزب الدستوري الحر همش نقول لك كيفاش السيادة الوطنية اليوم احنا هاك نتعاركوا على السيادة الوطنية وهاك الشيطة البرلمان الأوروبي والاخر مشا يكتب في الواشنطن باست والاخر من عارش فين يكتب ايش كون ندد أول مقام الغنوشي في جانبي 2020 وقتي أصبح رئيس البرلمان وأصبح مؤتمن على أصوات الشعب التونسي ومشي قابل رجاء الطيب أردوغان من ندد به من حاول أن يسحب الثقة منه ونادى بمؤساءلته أمام البرلمان واعتبر أن في ذلك تعديا على صلاحية قيس سعيد الذي لم يتكلم في تلك اللحظة مرحلة في الخطوة الثانية وقت اللي السراج فيز السراج استرجع قاعدة القاعدة العسكرية للوطية اللي هي على الحدود التونسية واللي هي تشكل خطر وخم ذكروا خطر الذاكرة متاع التوين ساعدت بدى ضعيفة تشكل خطر بما فيها من معناها بما فيها من مرتزقة بما فيها من التهديد للأمن القومي التونسي من دعا يلي سحب الثقة في البرلمان ومن تصدى لذلك ومن دعا رئيس قيس سعيد بأن يلتزم بصلاحياته وبش يقوم هو بديبلوماسية الثالثة شكون عرض صدره لاتفاقية قطر وتركيا اللي فيها ارتهان للسيدة التونسية والقروض اللي تحكي عليهم وضد مصالح تونس حزب الكتلة الدستوري الحر هي اللي في البرلمان معناها عرضت حياتها للخطر وعبير موسي عرضت حياتها للخطر وفي الظخر كل الثلاثة فاقية هذيك اتصحت في جنح الظلام وفي الجيحة اللي تحكي عليها وقت تونس الكل كانوا معناها يشتكيوا من مهدى الصحية حاجة رابعة نقول لك عليها عبير موسي كانت رئيسة لجنة الطاقة في البرلمان وبما أنها كانت رئيسة لجنة الطاقة في البرلمان كانت تمشي لحقل النوارة وكانت ديما تبين كيفاش اللي الحوكمة في مجال الحوكمة اللي تحكي عليها أنت والتي تحملوها الأجيال من 2010 كيفاش معناها الطاقة اللي هي مسألة استراتيجية اللي تمس الأمن القومي وتمس استقرار البلاد وتمس السيادة الوطنية كانت معناها آخر اهتمامات آخر اهتمامات البرلمان والدولة تونسية وكذلك الرئاسة إذن حظيمي سقوط النهضة هل يعني نهاية عبير موسي بالنسبة لي لا تنتهي عبير موسي لماذا لا تنتهي عبير موسي لأن الرئيس قيس سعيد ليس من صالحه أن تنتهي عبير موسي هذا يعطي صورة صورة غير صورة غير طيبة صورة أنه يذهب إلى الاستبداد لأن عبير موسي هي قوة معارضة وعبير موسي باركت معناتها 25 جولية واعتبرت أن ذلك معناها بش نخرج من تفكك الدولة ومن انسي داد الأفق وما رعنا أنا في 22 سبتمبر كما برشا ناس اكتوين ساخرين كانوا مع رئيس قيس سعيد ثم انقلبوا عليه لانفرادها بالحكم وبالتالي إذا كان هو هي اليوم قوة معارضة وهي في المعارضة وهو يمنع حزبها من الاجتماع ويخلي التنسيقيات اللي تقول لهم تها وهو معناتها هو لتو مقال لنا وتتشرع لمشروع جديد هذه ما هيش صورة باهية لا في الداخل ولا في الخارج بالنسبة لك عبير موسي اليوم أقوى من قبل 25 جولية عبير موسي عبير موسي وغيرها من الأحزاب من حقها أن تكون موجودة وعبير موسي هي الحزب الوحيد اللي ما عندهاش ما عندهذا كان الرئيس اليوم يحب معناها ينهي الأحزاب بمقتضى ما وقعه في دائرة المحاسبات عبير موسي يظهر لي ما عندهاش إخلالات ولم يجد لها إخلالات يعني موجودها ضروري للتوازن السياسي وجودها ضروري للتوازن السياسي والنظمة الديمقراطية يلزم فيها التعدد يلزم موجود فيها التعدد والنظمة الديمقراطية العتيدة حتى كي يبدأ معناها المعارضة مش الضعيفة يقويها المعارضة وأنا أقول للرئيس قيس سعيد في الأخير لأن الرئيس قيس سعيد مرجعيته دي ما يرجع للتراث العربي الإسلامي ينقل وراه عن ترى ابنه شديد قال لا يحملوا الحقدة من تعلوا به الرتب ولا ينالوا العلا من طبعه الغضب والذي يحكم ينبغي أن يحكم كل التونسيين وكل التونسيين دون تفرقة والحزب الدستوري الحر موجود من عام 1920 كما الاتحاد موجود من عام 1946 ومن الجموشة غيروا تاريخ تونس والسياسة هي فن الممكن يلزم بالموجود يتعامل مع الموجود ويتحاسب والقانون هو الفيصل بين الكل واضح طبعا جوهر بن بارك نتصور في السياسي سياسي الحالي أصدقاه هو عبير موسي وعبير موسي لم تتحالف سمحني عبير موسي لم تتحالف مع النهضة مما يدل على أنها مما يدل على أنها تمثل جزء كبير من التونسيين ويؤمنون بمشروحها